موسيقى عزيزاتي أعزائي تلميذات وتلاميذ السنة الأولى علوم جريبية علوم رياضية علوم الاقتصاد والتدبير ومسلك العلوم الشرعية مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص الدعم المتعلق بمادتي التاريخ والجغرافية إذن استكمالا لأنشطة الدعم سبق أن تحدثنا في حصة سابقة عن مجموعة من المفاهيم المرتبطة بمادة التاريخ عندما يتعلق الأمر بالاشتغال بالوطائق إذن اليوم سننتقل إلى المادة الأخرى المكونة للامتحان الجهوي المتعلقة بمادة الجغرافية يعني المفاهيم المطلوب من التلميذ أن يضبطها فيما يتعلق عندما يكون الاشتغال بالوطائق ولكن قبل ذلك سأرجع إلى الأطور المرجعية ومن خلال هذه الأطور المرجعية التي حددت مجموعة من الأهداف من هذه الأطور الهدف الأول هو محاولة توحيد الرؤية بين مختلف اللجل المكلفة بوضع الامتحان الموحد حول ما يجب أن يستهدفه الامتحان بغض النظر عن تعدد الكتاب المدراسي فكما تعلمون أن هناك تعدد الكتب المدراسية وبالتالي هذا ممكن أن يطرح واحد نوع من تشويش لدى التلميذ لذلك جاءت الأطور المرجعية من أجل أن توحيد هذه الرؤية ثم الهدف الثاني وهو الرفع من صلاحية مواضيع الامتحانات الإشهادية سواء كان امتحانا جهويا أو وطنيا عبر الرفع من تغطيتها وتمتيليتها للمنهاج الدراسي الرسمي وذلك في اتجاه تصريف مبدأ تكافؤ الفرص ثم بالنسبة للهدف الثالث هو توحيد المرجعيات بالنسبة لكافة المتدخلين من أجل أن يكون الامتحان بمتابة تعاقد بين جميع الأطراف المعنية من مدرسين ومدرسات وتلميذات وتلاميذ وكذلك لجن إعداد المواضيع ثم هناك كذلك هدف آخر وهو اعتماد معيار وطني لتقويم مواضيع الامتحانات الإشهادية وأخيرا يعني توفير موجهات بمناء أن الأطور المرجعية ستكون موجهات من أجل بناء فروض المراقبة المستمرة بمناء أن الفروض المراقبة المستمرة يجب أن تكون تقريبا مشابهة للامتحانات الجاوية أو الوطنية واستثمار هذه الفروض من أجل ضمان تحكم المتعلمين والمتعلمات في الموارد والكفايات الأساسية للمناهج الدراسية إذن كما تلاحظون هذه مجموعة من الأهداف التي نصت عليها الأطور المرجعية إذن بناء على هذه الأهداف طبيعي الحال ستم وضع ما يسمى بالوضعيات الاختبارية سواء في مادة التاريخ أو مادة الجغرافية إذن هنا سنقف عند الاشتغال بالوطائق عندما يتعلق الأمر بالاشتغال بالوطائق سواء في مادة التاريخ ومادة جغرافية يكون المتعلم أمام مجموعة من الأسئلة المنصبة على الوطائق ومن بين هذه الأسئلة هناك شرح مجموعة من المفاهيم والمصطلحات والمواقع والأعلام إلى غير ذلك إذن هذا يعني هنا قد نعطيكم بطبيعة حال مثال من إحدى يعني مثلا ناخده من إحدى الامتحانات يعني الجهوية كمثال مثلا ناخده الامتحان لاحظوا جيدا هناك سؤال يتعلق إشرح ما تحتوي خط في الوطائق يعني موارد طبيعية إعداد الطراب الوطني التمديل المتزايد التنمية البشرية إذن هذه كلها مفاهيم طبيعة حالية متضمنة في الدروس ولكن يعني بالنسبة للأطول المرجعية حددت لنا هي الأخرى مجموعة من المفاهيم إذن نصت على مجموعة من المفاهيم المتعلقة بمادة الجغرافية إذن إذا رجعنا إلى الأطول المرجعية المتعلقة بطبيعة حال بمادة التاريخ والجغرافية وبالضبط يعني الجزء المتعلق بمادة الجغرافية منطلوب من المتعلم أن يعني يحدد أو أن يضبط مجموعة من المفاهيم المتعلقة بمثلا في المجال الفرعي الأول مفهوم التنمية وإشكاليتها إذن هناك التنمية، التنمية البشرية، التنمية المستدامة، مؤشر تنمية البشرية، دول الشمال، وأخيرا دول الجنوب إذن بالنسبة لمفهوم التنمية مفهوم التنمية هو التحولات الإيجابية والجدرية التي يشهدها بلد معين خلال السنة الواحدة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتقافية والسياسية والبيئية وذلك من أجل الوصول إلى الرفاهي الاجتماعي والرفع من مستوى عيش السكان إذن كما تلاحظون أن مفهوم هذا شامل إذن التنمية بطبيعة الحال أن إذا تحدثنا عن مفهوم التنمية ومفهوم حديث يعني ظهر بعد الحرب العالمية الثانية ولكن كان مرتبط فقط بالمجال الاقتصادي إذن الآن عندما تكلموا عن التنمية، كنت تكلموا عن التنمية شمولية تشمل مجال اقتصادي، مجال اجتماعي، تقافي، سياسي، بيئي إلى غير ذلك والهدف هو الرفاع الاجتماعي والرفع من مستوى عيش السكان التنمية البشرية إذن هذا مفهوم حديث بطبيعة الحال في التنمية البشرية ويتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعتبر أن الإنسان منطلقها وغايتها وتسعى إلى النهوض بالوضعية المعيشية للسكان والاستجابة لحقوقهم في مجالات اجتماعية مثل السكن والصحة والتعليم التنمية المستدامة إذن التنمية المستدامة هي تنمية تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والبيئية إلى جانب الأبعاد الاقتصادية بمعنى أنها التنمية المستدامة لا يكفي أن نحقيق فقط تنمية ولكن يجب أن نحقق تنمية ولكن في نفس الوقت يجب أن نراعي الموارد الطبيعية بمعنى توفير حاجيات الأجيال الحالية بشكل لا يضر أو يمس مصالح الأجيال القادمة ثم لدينا مفهوم أو مؤشر التنمية البشرية إذن مؤشر التنمية البشرية هذا مؤشر بطبيعة الحال سيعتمده برنامج الأمم المتحدة التنمية البتداء من سنة 1990 مؤشر للبعدين الاقتصادي والاجتماعي ويعتمد لقياس مستوى التنمية السوسي واقتصادي للدول من خلال إذن هنا بطبيعة الحال نرى ثلاثة المستويات هناك مستوى الصحة الذي يمثله معدل أمد الحياة عند الولادة أو أمد أمد الحياة ونسبة وفايات الأطفال الرضع ثم هناك مستوى المعرفة الذي يمثله نسبة الأمية عند البالغين يعني أكثر من 15 لسنة يعني نسبة الأمية ومعدل سنوات التمدروس يعني أقل من 15 لسنة وأخيرا هناك مستوى الدخل والذي يعتمد على الناتج الداخلي الخام إذن هذا المؤشر بطبيعة الحال يعني يتم حسابه بطبيعة الحال انطلاقا من هذه المعطيات وهو يتراوح ما بين 0 و1 بمعنى أن نقول مؤشر تنمية مرتفع إذا كان ينية فوق 0.8 ومؤشر تنمية متوسط إذا كان بطبيعة الحال يتراوح ما بين 0.799 و0.5 نقول مستوى تنمية بشرية متوسط ثم عندما ينخفض عن 0.5 نصبحه أمام مؤشر تنمية ضعيف إذن على هذا الأساس على هذا الأساس دير هذا المؤشر تنمية تم تقسيم مجموعة من البلدان إلى بلدان عندهم مؤشر تنمية مرتفع بلدان لها مؤشر تنمية متوسط وبلدان لها مؤشر تنمية ضعيف إذن سنتقل معكم الآن إلى يعني الوثيقة أخرى لكي تلاحظوا من خلالها بطبيعة الحال الأهمية ديال هد يعني المؤشر عندما يتعلق الأمر عندما نكون أمام مؤشر التنمية البشرية إذن كمثال هنا لاحظوا معي جيدا هذا يعني نموذج من نماذج الامتحانات الجهوية عندنا نواطقة أولى مؤشر تنمية البشرية في بعض بلدان العالم سنة 2013 بطبيعة حالة نبت نعطي غير مثال من هنا باش نوضح الأمور إذن لاحظوا معي جيدا هنا قيمة مؤشر تنمية البشرية كما كنت لكم أنه كيتراوهما بين صفر وواحد إذن عندنا مجموعة من الدول ثم عندنا متوسط العمر المتوقع بيدا الوليادة يعني هنا عندنا أمد الحياة متوسط سنوات الدراسة يعني معدل سنوات الدراسة اللي قلنا بنسبة المؤشر التنمية البشرية يعني بنسبة الكبار ثم هنا متوسط سنوات الدراسة المتوقع ثم هناك نصيد الفرد من الدخل الوطني الإجمالي إذن لاحظوا معي مثلا هنا نشوفوا السؤال المطروح على هذه الوثيقة إذن السؤال يقول صنف البلدان الواردة في الوثيقة واحدة والميبيان حسب قيمة مؤشر تنمية البشرية إذن مطلوب من هنا نصنف هذه البلدان بمعنى أصنفها إلى بلدان لديها مؤشر تنمية بشرية مرتفع بلدان لها مؤشر تنمية بشرية متوسط وأخيرا بلدان لها مؤشر تنمية بشرية مرتفع إذاً نرجع الآن إلى الوطيقة. إذا اللحظتم معي هنا قيمة مؤشر ثانيا البشرية. إذا الكونغورب ب trem 1234. بمنا أن مؤشر ثانيا البشرية متوسط. المغرب ب 7591 يعني متوسط النوروبيج ب 955. يعني هنا مرتفعة لأن أكدنا 7 Smith mut able to 712 يعني متوسط الصين بur 699 متوسط. أفغانستان صافة ثلاثمائة وربعة وسبعين يعني هنا مؤشر تنمية بشرية ضعيف بحكم أنه يعني أقل من صافة فاصلة خمسة الولايات المتحدة الأمريكية صافة ثلاثمائة وسبعة وثلاثين يعني مرتفع وأخيرا فلسطين صافة ثلاثمائة وسبعين يعني متوسط نشوف الآن السؤال الثاني المتروح على نفسه الوطيقة إذن السؤال الآخر استخرج من الوطيقة جوج المؤشرات المعتمدة في التعبير عن التفاوتات في التنمية في المجال العالمي إذن بمعنى أن هنا لماذا نجد أن هناك بلدان لديها مؤشر تنمية بشرية مرتفع وهناك بلدان لها مؤشر تنمية متوسط بشرية متوسط وهناك بلدان لها مؤشر تنمية بشرية ضعيف فبطبيعة حال سنعتمد على المعطيات اللي معطيانا هنا في الجدول إذن للاحظتم معي إذن ناخد مثلا المثال أفغانستان مؤشر تنمية بشرية ضعيف لماذا؟ لأن متوسط العمر 49 سنة إذا لقرنا مثلا بوية المتحدة الأمريكية لاحظوا جيدا ثمانية وسبعين سنة بالنسبة لاحظوا معي متوسط سنوات درسة ثلاثة فاصلة واحد بمعنى أن التلميذ كيدخل السنة كيقرع عشر سنوات كيخرج من المدرسة لاحظوا معي الوية المتحدة الأمريكية تلتعاش سنة بمعنى أن التلميذ ما يمكن يخرج تلعشرين سنة نرى الآن نصيب الدخل الوطني أو الدخل الإجمالي لاحظوا جيدا مثلا لقرنا بين أفغانيسة الوية المتحدة إذن ألف دولار مقارنة مع الوية المتحدة الأمريكية بثلاثة وربعين ألف وربعمائة وثمانين إذن بمعنى أن عندما أريد أن أفسر السبب الذي يؤدي إلى اختلاف المؤشر تلميذ البشرية فبطبيعة الحال أنك رجع إلى ثلاثة معطيات أساسية هي يعني مستوى الصحة مستوى التعليم وأخيرا مستوى الدخل إذن هذه فقط أعطيتكم أنا بعض الأمثلة من أجل يعني معرفة أهمية يعني المفاهيم والمصطلحات يعني أن المفاهيم والمصطلحات تساعدني على تحليل مجموعة من الوطائق إذن الآن سنرجع إلى يعني لاستكمال باقي المفاهيم المنصوص عليها في الأطر المرجعية إذن الآن نمر إلى مفهوم آخر وهو دول أو مصطلح آخر وهو دول الشمال إذن دول الشمال مجموعة من الدول الصناعية ودول الاتحاد الأوروبي وأستراليا وروسيا ودول أوروبا الشرقية والجمهوريات البلطيقية يعني الجمهورية التي كانت توجد على حدود الاتحاد السوفيتي ليتونيا ليتوانيا وإستونيا ودول التنينات الأسيوية المصنعة حديثا يعني دول هونغ كونغ وكوريا الجنوبية وسنغافورة وطايوان إذن هذه ما يسمى الدول التنينات أو الدول الصناعية الحديثة إذن هذه المجموعة دول نطلق عليها دول الشمال والذي كان طبعاً هذا الاسم سابقاً كان نسمى الدول المتقدمة الآن أعطيها لها مفهوم آخر وهو دول الشمال بالنسبة لدول الجنوب هي الدول النامية أو السائرة في طريق النمو بمعنى أن الدول كانت تسمى سابقاً بالدول النامية أو دول متخلفة أو ما يسمى دول العالم الثالث كما حددها ألفريد سوفي وتعرف بالعالم الثالث يعني هذا العالم الثالث كما قلت ألفريد سوفي الديموغرافي الفرنسي هو أول من أطلق هذا الاسم على ما يسمى بدول العالم الثالث وتشمل جميع دول إفريقية ومعظم دول آسيا بما في ذلك الصين والهند ودول أمريكا اللاتينية إذن هذه الدول الشمال والجنوب ستم تصنيف هذه الدول على أساس مؤشر التنمية البشرية نحن الآن مر إلى المجال الفرعي الثاني ويتعلق بالمغرب والعالم العربي وبطبع حل أننا سنجدوه هنا مجموعة من المفاهيم إذن سنجد بمفهوم بمفهوم أولا المجال المغربي إذن المجال المغربي والإطار المكاني الذي يتوطن فيه الكيان الجغرافي المغربي بخصائصه الحدودية وامتداداته الطرابية يعني الطول والعرض والارتفاع ومكوناته وموارده الطبيعية والبشرية الموارد الطبيعية هي كل المؤهلات والطروات الطبيعية سواء كانت يعني جوفية أو سطحية والتي يمكن الانتفاع بها مثل الطربة الماء النبات الطروات البحرية المعدنية وكذلك الطاقية الموارد البشرية هي مجموعة الإمكانات والطاقات السكانية المتوفرة في مجال جغرافي معين والتي يمكن تعبئتها من أجل تحقيق تنمية في مختلف الميادين والقطاعات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إذن كما تعلمون أن هذه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية هي وردت في الدرس المتعلقة بالموارد الطبيعية والبشرية هي عملية أعطى انطلاقتها جلالة الملك محمد السادس بتاريخ 18 ماي 2005 من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسكان وقد اعتمدت هذه المبادرة على ثلاث محاور أساسية أول محور هو التصدي للعجز الاجتماعي الذي تعرفه الأحياء الحضرية الفقيرة يعني اللي في المدن والجماعات القروية كذلك الفقيرة أو الأشد خصاصة المحور الثاني هو الاستجابة للحاجيات الضرورية للأشخاص في وضعية صعبة إذن أشخاص في وضعية صعبة نعني بهم المشردون وأطفال الشوارع وكذلك الأشخاص في دول الاحتياجات الخاصة يعني الناس اللي يعانوا من واحد العاها معينة ثم المحور التالي هو تشجيع الأنشطة المديرة للدخل القار والمتيحة لفرص الشغل إذن هذه المحاور الثلاث التي ركزت عليها المبادرة الوطنية للتلمية البشرية من أجل مواجهة يعني الفقر والهشاشة داخل المجتمع المغربي مشون الآن إلى مفهوم آخر إذن هذا المفهوم كما تعلمون ورد في الدرس المتعلق بالاختيارات الكبرى لسياسة إعداد تراب وطني إذن ماذا نقصد بسياسة إعداد تراب وطني؟ هي سياسة تهدف إلى الحد من الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف جهات المملكة وتحقيق التوازن المجالي بين مجموعة من الجهات وكذلك العدالة الاجتماعية من خلال توزيع أفضل للسكان والأنشطة على مستوى التراب الوطني وذلك من أجل التغلب على كل التحديات الديمغرافية والاقتصادية والبيئية مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات وإمكانات كل منطقة نسأل الآن إلى المفاهيم أخرى وهذه المفاهيم سنرى في الدرس المتعلق بالتهيئة الحضرية والريفية أول مفهوم هو التهيئة الحضرية هي عملية الإعداد التي تنجزها الدولة لضبط توسع المدينة وتنظيم مجالها الجغرافي عمرانيا واقتصاديا واجتماعيا التهيئة الريفية هي بجموعة التدخلات العمومية في الأرياف لتوفير الجهيزات الإنتاجية والبنيات التحتية والخدمات العمومية والقيام بأعمال الإعداد والإصلاح الخصاص المائي كما تعلمون أن هذا المفهوم هو ورد أولا في الدرس المتعلق بالموارد الطبيعي والموارد المشاريع في المغرب وكذلك ورد في الدرس المتعلق بالتصحر أزمة الماء والتصحر بالعالم العربي إذا الخصاص المائي أو العجز المائي أو العواز المائي هو تقلص كمية المياه المطلوبة في وقت معين عن المعدل الذي يسمحه بتغطية ما تتطلبه احتياجات الإنسان اليومية والزراعية والصناعية والسياحية ويقدر الحد الأدنى للحاجات المائية أو ما يعرفه بمستوى خط العواز المائي بألف متر مكعب للفرد سنويا بمعنى أن عندما ينخفض هذا المعدل عن ألف متر مكعب نعتبر بأن البلد يعاني من خصص مائي كما هو الحال بطبيعة الحال بالنسبة للمغرب لأن المغرب بطبيعة الحال معدل المياه بالنسبة للفرد تقريباً 800 أو 700 متر مكعب وهذا ما يدخل المغرب في إطار الدول التي تعاني مما يسمى بالخصص المائي ثم التصحر هو تدهور الأراضي في المناطق الجافة وشبه الجافة وكذلك المناطق الشبه الرطبة والذي ينتج عن عوامل مختلفة تشمل التغييرات المناخية والنشاطات البشرية هذا التصحر يتخذ عدة أشكال إذن نضوب المياه نضوب المياه سواء الجوفية خاصة الترمور يعني زحف الرمال القحولة والجفاف إذن توالي سنوات الجفاف تراجع الغطاء النباتي وتراجع خصوبة طربة بسبب فقدانها للمواد العضوية والمواد المدينية وكذلك التملح الطربية نتيجة السقي المكتف الآن غندزوا إلى آخر مجال فرعي ويتعلق بنماذج من اقتصاديات متباينة النمو إذن فيها تقريباً ثلاثة المفاهيم أساسية المفهوم الأول وهو قوة اقتصادية عظمى وهذا بطبيعة حال وارد في الدرس المتعلق بوية المتحدة الأمريكية لأن الدرس هو الولايات المتحدة الأمريكية قوة اقتصادية عظمى ماذا نقصد بها؟ المكان المتميز للقطاعات الاقتصادية الثلاث يعني فلاحة صناعة والتجارة والخدمات لبلد ما على المستوى العالمي حيث تحتل رتباً أولى وتسيطر على معظم أسواق العالم وتنطبق هذا المفهوم على الولايات المتحدة الأمريكية قوة أو الاندماج الشامل إذن هذا المفهوم وارد في الدرس المتعلق بالاتحاد الأوروبي نحو اندماج شامل بمعنى أن لا زال الاتحاد الأوروبي لم يحقق ما يسمى باندماج شامل إذن ماذا نقصد بالاندماج شامل؟ هي عمل يتحقيق الاتحاد المتكامل والمنسجم بهدف تدويب الحدود البينية للدول الأعضاء داخل الاتحاد الأوروبي والتحقيق الاندماج على كافة المستويات يعني اندماج اقتصادي اجتماعي مالي إلى غير ذلك وأخيراً هناك يعني مفهوم آخر يتعلق بقوة اقتصادية صاعدة وهذا مفهوم وارد في الدرس المتعلق بالصين قوة اقتصادية صاعدة هي صفة تطلق على كل بلدان نامية التي كانت تحسب يعني ضمن البلدان نامية والتي حققت تقدم اقتصادياً كبيراً بمناء أنها عرفت واحد ناتج داخل إجمال مرتفع جعلها تنافس القوى العظمى وتحد من هيمنتها ويصف تطلق كثيراً على الصين إذن هكذا نكون قد أنهينا يعني جميع المفاهيم المنصوص عليها بطبع حال في الأطر المرجعية وأعيد التذكير مرة أخرى بأن هذه المفاهيم هي تاريد ضمن يعني اشتغال على الوطائق ودائماً يخصص لها يعني سلم ديالتنقية جزء النقاط إذن بطبيعة حال قصة نهتم بها ونضبطوا جميع هذه المفاهيم حتى لا نضيع بطبيعة حال جزء النقاط إذن أتمنى أن أكون عند حسن ظنكم شكراً على تتبعكم والسلام عليكم